اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة مخصصة للتعليم الصناعي حلقة النهاردة للصف الثالث تخصص تريكو مادة النهاردة من المواد المهمة وهي مادة المعدات خدنا في الحلقات السابقة مكنة التريكو المستطيلة الجاكار وتكلمنا عنها خدنا بعض اجزاء وتكلمنا عن الاجزاء دي عرفناها وعرفنا الغرض منها وطريق التركبها واستفدنا من كل جزئية فيها النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض باية اجزاء المكنة مش كده وبس وناخد كمان طريقة تشغيلها وطريقة نقل التصميم وازاي بيتم تنفيذه وازاي بيتنقل على القميش احنا طبعا عايزين نعمل كده زي مراجعة بسيطة عن الاجزاء اللي اتخذت في الحلقات السابقة ونشوف نفسنا ذكرنا وخدنا بنا واستفدنا ولا لا تعالوا مع بعض نسأل اول سؤال ونشوف شطرتكم ايه ما هو الجهاز المسؤول عن عمل التصميمات والنقش على القميش تاني ما هو الجهاز المسؤول عن عمل التصميمات والنقش على القميش يلا مع بعض كنا نمسك الورقة ونمسك القلم ونحاول نكتب ونقارن الاجابة بتاعتكم بالاجابة اللي احنا ايه هنقولها ها ايه انا سمع ناس بتقول اهو المكوك ناس تانية بتقول جهاز الجاكار هو فعلا جهاز الجاكار مسؤول عن نقل التصميم والنقش على القميش هو جهاز الجاكار طيب تعالوا نتكلم عن اجزاء جهاز الجاكار يلا اكتبوا كده مع بعض وشوفوا الاجزاء بتاعته عبارة عن ايه ها انا سمع ايه حد بيكتب بيقول واحد السلندر اتنين الكارتون برافو صح جهاز الجاكار لما يجي يقول لي سكوري او شراحي او عرفي جهاز الجاكار اولا هقول الغرض منه وبعد كده هبتدي اعمل ايه ابتدي اقول بيتكون من ايه يعني جهاز الجاكار الغرض منه ايه الغرض منه عمل التصميمات والنقش على القميش عن طريق حسب الرسم الايه الرسم التنفيذي تمام طب بيتكون من ايه ايه برافو ايه الجمال ده اول حاجة السلندر وين ده سلندر من اربع اوجه يمتد بعرض المكنة ويركب عليه الكارتون بعد تصقيبه حسب الرسم التنفيذي برافو عليكم طيب الكارتون الكارتون حصائر معدنية او شرائح من المعدن او رقائق من المعدن على شكل حصائر معدنية بيتم تصقيبها حسب الرسم التنفيذي طيب تعالوا نسأل سؤال تاني نراجح كده مع بعض هو سقب يعني تشغيل يعني انا دلوقتي لو مسقبة الكارتون وفيه سقب عندي في اول سطر او في اول كارتونة يطلع لي شغل يعني يعمل لي غرزة لا طبعا لا طبعا لا السقب يعني عدم تشغيل عدم تشغيل يعني ايه يعني هنا الابلاتين هيظل في مكانه وبالتالي مش هيرفع الابرة المرتكزة عليه ومش هيلتقط لون في الحالة دي او يكون غرزة طب هل عندي اكثر من نوع من الكارتون موجود عندي اه عندي الكارتون اللي موجود عندي في المكانه دي اللي هو بيتم تصقيبه حسب الرسم التنفيذي في بعض الكارتون برضو اللي بيركب على السلندر بس ده بدل ما بيثقب لا بيوضع اصابع في الموادع اللي انا مش عايز اكون فيها غرزة برافا عليكم طيب عايز اقول هل في اجهزة ايقاف موجودة يعني مثلا اقول ايه اشرحي اجهزة الايقاف العلوية هقول له اه اجهزة الايقاف دي موجودة في خلف جهاز الشت بيمر عليها الخيط ودي الغرض منها ايه الغرض منها ايقاف الماكينة عند حدوث عطل بالخيط او انقطاع وبتضاء لمبة ترشد العامل لمكان هذا القطع فده بيعمل ايه سنة تالتة بيوفر لوقت وجود العامل لس لاجهزة الايقاف دي او لاجهزة التحكم الكارابي ماياش موجودة عندي اجهزة الشت بس موجودة في اجزاء كتير جدا من الماكينة ولذلك العامل بقى مش هيقعد يدور فبتالي هدايع ايه هدايع وقت لا اللمبة اللي بتضاء دي بترشد مكان العامل لي العطل حصل فيه عقبال احنا عارفين اي حاجة في الماكينة عقبال بقى ما يجي يدور هيضيع وقت انما لو شايف على طول اللمبة تم اضاقتها في اني جزء هيصلح العطل اللي موجود في الجزء ده كده انا وفرت وقت وجود العامل وبالتالي الانتاج ما تأثرش بالدرجة المطلوبة ليه بقى اللي بيحصل اللي بيحصل لما الخيط بينقطع في جهاز سحب وتنظيم شد الخيط الدايرة القاربائية بتتم او بتكمل فبتضاء اللمبة دي فالعامل يعرف ان فيه عطل حصل هنا في جهاز الايه في جهاز الشد ودي بسميها اما اجهزة التحكم القاربي او اجهزة الايقاف الايه العلوية اتفقنا برضو لما جينا قلنا جهاز سحب وتنظيم شد الخيط قلنا ان ليه كذا جزء معاه اول حاجة قلنا الصياد وقلنا نوع برعا سلك مر المثبت من طرف وحر الحركة من الطرف الآخر وان هو الغرض منه نوع بيغز المكنة ويمتصل الخيط الزائد من الايه من الخيط عندي بردو كمان في الموجود عندي وحدة الشد نفسها عبارة عن قرسين من المعدن بينهم سستة وبمتصلة او موجودة على عمود بنهاية هذا العمود مصمار الهوز وعن طريق المصمار ده انا بتحكم في ضغط القرسين على الخيط حسب سمك الخيط برافو عليكم طيب هو موجود عندي جزء تاني شغال معه اجهزة تسحب وتنظيم شد الخيط اه عندي حاجة اسمها حامل الكونات وده بيبقى موجود خلف الماكينة والغرض منه وضع الكونات المطلوبة حسب التصميم عليه لسهولة سحب الخيط للضم الايه للضم الماكينة واتفقنا مع بعض ان اجهزة الشد اختلافها بيبقى زيه زي اختلاف اجهزة المغزيات يعني عددها مساوي لعدد المغزيات اتفقنا اتفقنا يبقى احنا كده عملنا مراجعة للاجزاء اللي خدناها ايه اللي خدناها قبل كده تعالوا بقى النهاردة نشتغل في جزء جديد تابع للاجزاء ماكينة التريكو المستطيلة الجقار هو الجهاز من الاجهزة المهمة جدا من غيره الماكينة مش هتتحرك في بعض الاجهزاء في الماكينة بتتحرك اوتوماتيك زي ايه طب ايه اللي بيحركهم اوتوماتيكو بعد كده نعرف زي ايه الاجزاء دي جهاز مخصص عندي اسمه جهاز الحركة الاوتوماتيكية لما جينا شرحنا العربة تعالوا كده نسأل سؤال ونشوفكو فاكرين وذاكرتو ولا لا نهتم كويس او بالمذاكر اول باول يا سنة ثالث ما ينفعش نعمل تراكم للمذاكر بتاعتني مش مهم ما لسه بادري ده احنا في اول السنة ما نبقى نذاكر بكرة ما نبقى لأ احنا اول باول مذاكرتني يعني اول باول نذاكر الجزئية اللي خدناها في المدرسة او الجزئية اللي شفناها على التلفزيون ونرجعها ونحفظها ونفهمها ونحل عليها اسئلة من الكتاب عندنا ورا كل باب طبعا المكانة دي اول باب في الكتاب الباب الاول فهتلاقوا ورا كل باب في الكتاب المدرسي بتاعكم مجموعة من الاسئلة مهمة جدا لان الامتحان نفسه بيبقى من الاسئلة اللي موجودة عندك في الكتاب لانها متاحة لكل الطلبة فانت ورا كل باب حل مجموعة الاسئلة اللي موجودة والسؤال اللي يقف قصادكم افتحوا الباب بتاعكم او افتحوا اللي انتو خدتوه في الباب ده واعرفوا والسؤال اللي صعب علي ده كان ايه كان صعب علي طب اذكروا طب افهموا اما يجي لك مرة تاني بشكل من الاشكال هتفتكروا ومش هيبقى صعب عليك يبقى نحل الاسئلة اللي موجودة ورا كل ايه ورا كل باب طيب انا دلوقتي خدنا في الاجزاء السابقة حاجة اسمها العربة يلا شوف بقى مذكرتكم زي ما قلنا احنا بنذكر اول بايه باول ونحل الاسئلة ورا كل باب اول باول ونعمل كده ورق الكشاكيل بتاعتنا نعمل اعادة تدوير للكرسات والكشاكيل بتاعت السنة اللي فاتت اللي انا ما خلصتاش كلها عندي هلاقي كشاكيل ما خلصتش كلها قطع الورق الابيض ده اللي موجود الفاضي الجميل ده ما ترميش الكشكول او تبيعه لا بيعه بس قطع الورق الفاضي اللي هو الابيض ده استفاد منه وعمل منه ورق على بعضه عمل منه كشكول فهمني زي اعادة تدوير والكشكول ده يبقى بتاع المذاكرة أشغبط فيه أراجع فيه معلوماتي أحل فيه أسئلة أحل فيه امتحانات فدي فكرة كويسة جدا وتوفر علي كمان إن أنا أروح أشتري كشكول إيه كشكول جديد إحنا عارفين إن عادة تدوير الأشياء ده شيء مهم جدا وبيوفر ويخليني كمان على طول باستخدم كل حاجة القديمة اللي أنا ممكن أستخدمها مرة تانية باستفادة وبوفر بدل ما أشتري حاجة إيه حاجة جديدة فابتدي أدود فمن دمن الأجزاء اللي كنا أخدناها يلا نرجعها مع بعض العربة عايز عرف العربة بتتكون من إيه قولوا لي الأول أجزاء برافو الكمات صح كمات واحدة نوع واحد بس عندي كمات إبر وكمات أبلاتين برافو يا سنة ألت أنا وسطة من النوع إيه كمان عندي على العربة مجموعة من الفرش بالواجه الأمام وواجه الخلف برافو عليكم الله ينور عندي إيه كمان عندي العربة دي ليها جهازة اللي بيحركها يمينا وهي صار برافو عليكم طب بياخد حركته منين الجهاز ده بياخد حركته من مطور إطارات برافو لأ مبسوطة منكم طب هي كمات الإبر كم كامة ها يلا اكتبوا كده وشوفوا الإجابة تطلع صح ولا لا واحد كمات صعود برافو كمات هبوط كمات الوسط وكما الحارس برافو عليكم دي كمات الإبر طيب كمات الأبلاتين كم كامة اتنين كمات رفع وكمة هبوط او كمات خفض برافو عليكم لأ شاطرين تعالوا بقى ناخد النهاردة جزء من الأجزاء الهمة جدا وجهاز الحركة الأوتوماتيك ده الجهاز المسؤول عن تحريك جميع الأجزاء الأوتوماتيكية الموجودة على المكانة جهاز الحركة المساعد بيجي كده سؤال لوحده عرف جهاز الحركة الأوتوماتيك فهو الجهاز لو احنا أي جهاز بنعمل ايه برافو عليكم نقول الغرض منه الأول بقى كان نبتدي نقول هو بيقوم بتحريك ايه اوتوماتيك يبقى جهاز الحركة الأوتوماتيك هو المسؤول عن تشغيل جميع الأجزاء بالمكانة اللي هي الأجزاء اللي ايه اللي بتتحرك اوتوماتيكيا هو المسؤول عنه ولذلك اسمه جهاز الحركة الأوتوماتيك طب زي ايه واحد هو اللي بيغير المغزيات اي جزء بقاها تعمى يتحرك اوتوماتيك هو المسؤول عنه زي المغزيات يتحرك بحركة اوتوماتيكية بطريقة قلية يبقى مين مسؤول عنها جهاز الحركة الاوتوماتيك عن طريق مين طب المغزيات بتتحرك اوتوماتيكيا عن طريق مين قولوا انتوا شطار يعني انا ازاي المكنة بتشغل اللون ده والمغز اللي فيه اللون ده عن طريق طبعا الكرتون الجانبي المثقب حسب ترتيب الالوان المطلوب تنفيذها بالرسم التنفيذي يبقى الجهاز الحركة الاوتوماتيك هو اللي بيقوم بتحريك الاجزاء اللي بتتحرك اوتوماتيكين في المكان واحد المغزيات اللي بتتحرك اهليا عن طريق الكارتون الجانبي طب هو الكارتون الجانبي ده ليه عشان هو اللي بيسقق حسب ترتيب الالوان وبيتم عن طريقه تنفيذ الرسم الايه التنفيذي بتاعي طب بيحرك ايه كمان جهاز الحركة الاوتوماتيك هو مين عندنا اللي بتتحرك يمينا ويسارا أول ما المكنة تشتغل برافو عليكم العربة ومعها طبعا يا العربة موجود فيها مجموعة من الايه من الكمات يبقى هتتحرك العربة ومعها مين يا سنة تالتة برافو اللي فاهم هيلاقي نفسه بيجاوب من غير ما يبص في الكتاب أو يبص في الورق اللي معاه ومعها الكمات يمينا ويسارا طب بواسطة ايه احنا لسه قيلين حالا سيور من الجلد بتعمل بانتظام لنقل الحركة وتغيير اتجاه العربة آليا بواسطة زراع معدني خاص بتغيير الاتجاهات يبقى اول حاجة حرق للمغزيات اللي هي بتتحرك آليا عن طريق الكارتون الجانبي اللي بيتم تذكيبه حسب الرسم التنفيذي تاني حاجة حرق للعربة ومعها الكامات يمينا ويسارا بواسطة سير من الجلد اللي بيعمل على نقل الحركة وتغيير الاتجاهات عن طريق زراع معدني هو اللي بيقوم بتغيير الاتجاهات دي طب تلاتة جهاز سحب وطي القماش يعني جهاز الحركة الاوتوماتيك هو المسؤول كمان عن تحريك جهاز سحب وطي القماش طبعا وتعالوا بقى نتكلم عن جهاز سحب وطي القماش هو عبارة عن ايه؟ جهاز سحب وطي القماش عبارة عن مجموعة من الاستوانات أو الضرافية بتوضع فوق بعضها وبتتحرك حركة عكس بعضها حركتها بتبقى ماشية مع حركة الايه؟ السيلندر طب الغرض منه ايه؟ الغرض منه طيل وماش عليه شفتوا كده في سنة أولة وفي سنة تانية كنا لما نيجي نشتغل في أولة بالذات اول حاجة تعلمناه ازاي نسبت المشت ان احنا نبقى فينا على المكانة خلاص هنعمل عينة فبنسبت المشت ونشتغل دورتين تثبيت وبعد كده بنشده وطبعا فيه مكان موجود فيه للتقل السقل اللي بيركب على القعدة بتاعته حسب حجم القماش اللي نازل طب انا دلوقتي اشتغلت في تانية المكانة التريكل المستطيلة النصف جاكار ما استخدمتش المشت استخدمت ايه؟ جهاز سحب وطاير قماش لقيته موجود أسفل المكانة عبارة عن السوانتين كده مركبين أعلى بعضاومة او مجموعة من الدرافين مركبين أعلى بعضاومة الغرض منهم ايه؟ الغرض منهم سحب وطاير القماش عليهم بدل المشت لان انا هنا بقى بعمل ايه في المكانة المستطيلة الجاكار فاكرين في الحلقات السابقة قلنا ان هي من مميزاتها انتاج اقمشة بعروض كبيرة فانا مش محتاج بقى غير ايه برافو عليكم محتاج جهاز سحب وطاير القماش عشان يعمل القماش عليه او يلف القماش عليه ويبقى بيسحب القماش ويلفه في نفس الوقت يبقى جهاز سحب وطاير القماش يوجد أسفل المكانة مجموعة من الدرافين او الاستوانات اللي بيتقوم بعمل ايه الغرض منها سحب وطاير القماش فجهاز الحركة الاوتوماتيك هو برضو المسؤول عن ايه المسؤول ان هو بيحرك جهاز سحب وطاير القماش بوسطة ايه بقى بوسطة الترس المركب على طرف الاستوانة الخاصة بي احنا قلنا ان الجهاز ده عبارة عن مجموعة من الدرافين يعني استوانة يبقى انا عندي ترس مركب على طرف الاستوانة دي هتلاقي من الجناب يعني انت لو بصيت على المكانة هتلاقي على جانبي الاستوانة بتاعة الجهاز سحب وطاير القماش فيه تروس مجموعة التروس دي هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتاخد حركتها من عمود الادارة الرئيسي عن طريق طار التوصيل الحركة اللي بتوصله لجهاز الطاير التروس اللي موجودة على ايه على جانبي الاستوانة او جانبي الدرافين بتاعة جهاز سحب وطاير القماش طب بس كده يعني هو جهاز سحب جهاز الحركة الأوتوماتيك هو بس اللي بيحرق للعربة هو بس اللي بيحرق لجهاز سعب وطي القماش هو بس اللي بيحرق للكرتون الجانبي لا خد بقى بقى الأجزاء أول حاجة هو اللي بيحرق أحد السيلندرين الأوتوماتيكيا مقدر أكثر من إبرة اللي هو جهاز إيه ده إيه ده جهاز العريجة تاني جهاز الحركة الأوتوماتيك بيحرق لي أحد مثل تحريك أحد السيلندرين اوتوماتيكيا بمقدار اكثر من ابرة وده اللي بسميه جهاز العريجة وده شفناه في قولة وشفناه في تانية يد العريجة عارفنا هنا جهاز العريجة بقى يد العريجة دي تعالوا نفتكر مع بعض هي عبارة عن ايه ترس مسنن يتحرك سنة او سنتين حسب التشغيل حسب الغرزة اللي انا عايز اطلعها وبيعمل لي غرزة الزجزاج اللي بتبقى موجودة في القماش طيب يبقى انا معنى كده ان انا بحرك جهاز العريجة ده عن طريق جهاز الحركة الاوتوماتيك لان هو هنا بحركة مقدار ابرة او اكثر وخاصة جهاز العريجة ده هو خاص بعمل تأثيرات على شكل زجزاج ليه لان انت بتحرك السلندر ما هو بقى بحرك احد السلندرين السلندر ده سنة يمين سنة شمال لو انا هحركها سنة ابرة واحدة بس فتحريك السلندر يمينا ويسارا اثناء التشغيل بعد كل صد اللي بيحصل يديني غرزة الزجزاج وهو جهاز متحرك يعمل على الكارتون الجانبي ويتحرك بانتظام حسب المطلوب تنفيذه للزجزاج اوتوماتيكيا يبقى انا كده اصبح عندي جهاز الحركة الاوتوماتيك ده مسؤول عن تحريك العربة عن تحريك جهاز سحب وطي القماش وكمان مسؤول عن تحريك جهاز جهاز العريجة وهو ايه جهاز العريجة ده ده ترس مسنن بيتحرك اوتوماتيك ابر او اكثر وده اللي بيعمل لي غرزة الزجزاج او شكل الزجزاج في القماشة من الاشكال او التأثيرات الجميلة اللي بتعمل على اضافة شكل جميل للايه للقماش طيب تعالوا بقى احنا كده كنا بنتكلم على الاجزاء اللي بيحركها جهاز الحركة الاوتوماتيك لكن انا بقى جيت لك سؤال وقلت لك عرف جهاز سحب وطي القماش هتعرفه بسهولة لان احنا لسه قيلينه واحنا بنشرح جهاز الحركة الاوتوماتيك احنا قلناه عبارة عن ايه مجموعة من الدرافيل مجموعة من الدرافيل يمر بينهما القماش السقيلينه حالا وحركته لازم تبقى مساوية لحركة الماكنة لان لو تحرك اسرع او تحرك ابطاء ده يسبب عفل ايه في القماش والماكنة ممكن تقف يبقى ومجموعة من الدرافيل يمر بينهما القماش الغرض منه لسه قيلين حالا لسه حالا قيلين سحب قطي القماش الذي تم سحبه بطريقة منتظمة اسفل الماكنة القماش اللي تم انتاجه بينزل اسفل الماكنة هو بيقوم بسحبه وطيه بين الدرافيل بطريقة منتظمة لانه بيتناسب وسرع لازم يتناسب سرعة جهاز سحب وطي القماش مع سرعة جهاز العربة اثناء ايه اثناء التشغيل العربة ماشية بسرعة معينة لازم جهاز سحب وطي القماش كمان يبقى ماشي بنفس السرعة لانه هو مجموعة من الدرافيل يمر بينهما القماش الغرض منه سحب القماشة الذي تم انتاجه وطيه اسفل الماكنة بطريقة منتظمة تتناسب وسرعة جهاز العربة ده شكله يا سنة ثالثة ده الجهاز من اسفل زي ما احنا شايفين كده دي التروس الخاصة بتحريك الكلندرات او الدرافيل بتاعة جهاز سحب وطي القماشة دي اللي متصلة شايفين ده الزراع ده الزراع اللي بياخد الحركة ينقله للتروس والتروس بتنقل الحركة طب ايه دي دي مصامير ضغط عن طريقها بضغط الدرافيل على بعد علشان القماش طبعا هنا عندي ده القماش القماش اللي هو بيسحبه مجموعة الدرافيل اللي موجودة ودي الدواغة اللي عن طريقها بضغط عليك الاندرات او الدرافيل او استوانات الايه استوانات السحب نيجي بقى للكارتون الجانبي احنا من شوية كده خلي بالكو احنا بنشرح جهاز الحركة الاوتوماتيك اتكلمنا عن اجزاء العربة وشرحناها في حلقات سابقة ودي جهاز سحب وطايل وماش تعالوا بقى نشرح الكارتون الجانبي احنا قلنا اه ان جهاز الحركة الاوتوماتيك بيحرك الكارتون الجانبي طب ما نعايز اعرف هو ايه الكارتون الجانبي ما نموكن يجيني سؤال يقولي اشرح الكارتوني الجانبي لماكنة التريك المستطيلة الجاكار اولا الكلمة بصوا مشانا هنطلقوا ما تيجي تذكروا ذكروا الجزء من اسمه او لما تكونوا ناسين شوفوا الجزء بيقول ايه كارتوني الجانبي يبقى على طول هو موجود فين بجانب الماكينة وطبعا احنا قلنا ان هو بيسقق حسب الرسم التنفيذي طيب هو بيحرك ايه كارتوني الجانبي ده انا عايز اعرف كارتوني الجانبي ده اللي موجود بجانب الماكينة بيقوم بتحريك ايه لا من غير بقى ما نقول شرح انتوا اكيد هتقولوا يلا سمعوني انا عارفة ان انتوا شطر وجمال احنا قلنا ان السكوب دي عن طريقة بحرك مين ابلاتين اللي هو بيحرك اللي مين بيتحرك عن طريق مين الكامات يبقى الكارتوني الجانبي بيحرك مين يا سنة تالتة برافو عليكم بيحرك الكامات يبقى يوجد بجانب الماكينة ويسقب لتحريك الاجزاء الرئاسية زي ايه الكمات الخاصة بالتشغيل هي الكمات اشتغلت في حركة الابلاتين في حركة الابر الابر لطاقة الخيط اللي مغزيها مين المغزيات يبقى الكارتوني الجانبي حرك لي كامات وحرك لي كمان ايه مغزيات بس لا ده انا عندي جهاز اسمه جهاز العربة انا ممكن اعمل عن طريق غرزة ما احنا لسه قيلين ان جهاز الحركة الاوتوماتيك بيحرك لي جهاز العريجة جهاز العريجة اللي هي ايه اللي هي بتتحرك ابرة او اكثر سنة الاعلى او سنة الاسفل فبيحرك لي احد السلندرين وبالتالي بيطلع لي نقشة على القماش اللي هي على شكل ايه زجزاج يبقى حرك لي كامات وبدأ محرك لي كامات يبقى هو اهو نرجع تاني يحرك كامات بدأ محرك كامات يبقى حرك مغزيات بدأ محرك مغزيات تم كمان بيحرك لي جهاز العريجة هو مين الكارتون الجانبي بيتحكم في سرعات الماكنة يا نارا بيض الكارتون الجانبي يحدد عدد القطع المراد تشغيلها على الماكنة بيحرق قلنا جهاز العريجة سرعة الماكنة القطع المراد تشغيلها جهاز سغير المغزيات كمان المغزيات نفسها مين ده اللي بيعمل كده الكارتون الجانبي يبقى الكارتون الجانبي حرق مغزيات حلوة قوي سرعة وعدد القطع المراد تشغيلها اتفقنا؟ اتفقنا طب تعالوا بقى نتكلم عن جزء مهم قوي هو جهاز تغيير المغزيات أنا عندي لو بصيت على المغزي على المكنة هلاقي أن فيه جزء مركب أعليه عن طريقه بختار المغزي المناسب حسب التصميم وحسب الألوان المطلوبة جهاز تغيير المغزيات ده عبارة عن إيه؟ أولا هو جهاز مثبت أعلى العربة من الكلمة سنة ثالثة والله لو ذكرته بالأسلوب ده هتلاول أجزاء سهلة جدا جهاز تغيير المغزيات يبقى الغرض منه إيه؟ برافو عليكم تغيير المغزي هو بيختار المغزي المطلوب عن طريق اختيارك أنت وعن طريق الألوان المطلوبة والتصميم المطلوب يبقى هو يوجد أعلى الإيه؟ برافو عليكم أعلى المكنة وظيفته التقاط المغزي بالخيط المناسب بحركة إيه؟ واتوماتيكية بوسطة أزرع جانبية لنقل الحركة بينقل الحركة منين؟ برافو عليكم من الكرتون الجانب يبقى ده اسمه جهاز تغيير المغزيات طب تعالوا بقى فاكرين لما قلت لكم أني لما نيجي على المكنة دي نقول طريقة نقل التصميم من على الورق من أول الورق الأبيض لغاية القماش كأنك بالضبط بتشرح رسم تنفيذي دهت لك وحدة تنفيذ وحدة تصميم واتطلب منك أنك تنقلها على الورق المربعات وتعمل كمان الحصيرة تفردها أسفل الرسم التنفيذي عشان أنا هاخد الرسم الحصيرة دي ودق الكرتون عن طريقة شايف أنت المراحل اللي مرت عليها لغاية ما وصلت للشكل اللي أنت عملته قولوا السؤال بيجيني إزاي يقول لي ما هي طريقة نقل التصميم من الرسم التنفيذي وإعداد حصرت الرسم وتركيبه على سلندر المكنة سلندر المكنة اللي هو في جهاز إيه سنة تالتة في جهاز الجاكار ركزه لو عطوا يقولوا السلندر الأمامي وصلت خالي سفر لا إحنا الشطار ما ناخدش الأرقام دي هناخد الدرجة النهائية يبقى أنا دلوقتي هشتغل على أسقب الكرتون اللي موجود على السلندر سلندر إيه؟ أيوة برافو عليكم سلندر جهاز الجاكار تعالوا نشوف كده كأنكم بالضبط بتقولوا التصميم اللي أنتوا بتعملوه يعني سهلي جدا يعني هنقول رقم واحد نقل أو رسم التصميم على الورق لبيا بس كده يعني همسكوا كده أعمل أتسمي لا بمعلومية الطول والعرض يبقى رقم واحد هنقل التصميم على الورق الأبيض بمعلومية الطول والعرض يعني إيه بمعلومية الطول والعرض يا سنة ثالثة؟ يعني يقول لي مثلا التصميم ده خمسة في ستة التصميم ده عشرة في تسعة التصميم ده خمسة في خمسة ويلون حسب الألوان المطلوبة يعني لو هو جاييني بلونين أزرق وأحمر يبقى يتلونه بلونين لو جاييني بثلاث ألوان يبقى يتلون بثلاث ألوان وطبعا الألوان دي هي حسب اختيارك أو حسب ما انت اخترت يبقى شوفي احنا ماشينا ها سنة تالت ركزوا كده لو جالي سؤال زي ده سهل جدا انا هقولي اللي انا بعمله في الرسم التنفيذي واحد نقل التصميم على الورق الابيض بمعلومية الطول والعرض وبعدين يلون بالألوان المطلوبة لونناه ونقلناه بس لا نقل التصميم على ورق المربعات بس هنا بقى مش معلومية الطول والعرض احنا قلناها قبل كده بمعلومية عدد ابر وعدد سطور بحيث ان كل مربع في الطول يعني المربعات اللي في الطول دي ابرى والمربع الافقي ده يعبر عن عدد الكارتون يعني بيساوي عدد الالوان ولو انا استخدمت ماكينات لكل سطر كارتونة فالتصميم لو بلونين يبقى كل مربع افقي في لونين تستخدم ليه كارتونتين كارتونة هيتدقى فيها اللون الف وكارتونة هيتدقى فيها اللون به تمام هركب بعد كده الحصيرة اللي انا سقبت فيها الالوان وعملت كارتونة الف وكارتونة به هستعمل ايه هركب الحصيرة دي على سلندر المكنة اللي هو سلندر جهاز الجاكار وبعد الانتهاء من دق الكارتون وترتيبه حسب الالوان يعني لو عندي لون الف يبقى هرتب الكارتونة كارتونة لون الف يليها كارتونة لون به افتكروا معايا لما كنا بنشرح الكارتون في الحلقات السابقة اللي خاص به جهاز الجاكار وقلنا انه بيتركب على السلندر اللي هو له اربع اوجو فاكرين وبيمتد بعرض المكنة قلنا انه بيتركب عليه كارتون بيتم تسقيبه حسب الرسم الايه التنفيذي وقلنا اننا كارتونة الف يبقى فيها اللون الاول كارتونة به يليها كارتونة به فيها اللون التاني وبقوم بربط الكارتون ده بسلسلة وركبه على جهاز الجاكار علشان يبتدي نقل هذا التصميم بتكراراته على القماش فهنا نفس الكلام انا بشرح طريقة رسمه ونقل التصميم على القماش فانا بعمل ايه كارتونة الف لون اول يليها كارتونة به وبربط الكارتون مع بعضه على طريق سلسلة ويتم تركيبه على جهاز او سلندر جهاز الايه جهاز الجاكار اللي هي الحصيرة اللي احنا بنتكلم عنها ونقول في المسألة فرد الحصيرة اسفل الرسم التنفيذي نيجي بعد كده بقى خلاص انا ركبت الكارتون على سلندر جهاز الجاكار وربطته عملت له عملية ربطه عن طريق سلسلة ابتدي اطبط ايه عياراتي ما انا هطبط العيارات عشان احرك الكمات لان العيارات دي اللي هي الكمات قبل البدء بقى في عمل بطبط العيارات اللي هي كمات الهبوط وحدد مشوار هبوط الابرة وحدد طول الغرزة لاني كمات الهبوط هي اللي بتعمل ايه برافو عليكم هي اللي بتحدد طول الغرزة لاني انا بعمل ايه دلوقتي بطبط العيار عشان العيار ده يزبط لي طول الغرزة عن طريق هبوط الابر انا مشوار هبوط الابر هيبقى قد ايه فبضبطه عن طريق العيارات ويتم ده ازاي بقى يعني ازاي ده بيحصل عن طريق ازرع جانبية تأخذ او ضعها من الكرتون مين برافو الجانبي حيث تتوقف درجة العيار حسب الغرزة المستخدمة وسمك الخيط المستخدم يبقى انا هنا بعد ما حطيت الكرتون وربطته على هيئة سلسلة عملت ايه ابتدي بقى اضبط العيارات العيارات اللي هي كامة الايه كامة الهبوط ليه عشان احدد طول او مشوار الغرزة يعني طول الغرزة انا بحددها طب ده ازاي عن طريق ازرع جانبية هي دي اللي بتقوم بايه بضبط العيار حسب سمك الخيط ونوع ايه ونوع الغرزة طب وبعدها كل ده احنا في مراحل نقل التصميم من على الورق الابيض على ايه برافو عليكم انقله بقى على المكنة يتحول لقماشا عليها التقرار او التصميم اللي احنا اخترناه هضبط جهاز الالوان خلي بالكو فيه في امتحان من امتحانات جي عرف جهاز الالوان فاحنا لازم نبقى عارفين جهاز الالوان دي اللي هي مجموعة برافو عليكم مجموعة المغزيات يبقى جهاز الالوان هو مجموعة المغزيات طيب تعالوا نشوف مع بعض يقصد بيها مجموعة المغزيات يبقى انا بعد ما ضبطت العيارات هضبط بقى جهاز الالوان وهي مجموعة من المغزيات بتستخدم لانتاج امشي تريكو زاد تأثيرات وتركيبات لونية جهاز الوان يعني انا هنا هبقى هعمل ايه هعمل تأثيرات وتركيبات لونية حسب مين بش بمزاجي حسب التصميم اللي انا هنفزه وبتحكم في حركة تشغيل او منع المغزيات بواسطة مين اللي بتحكم فيه برافو الكارتون الجانبي انه هو المسؤول عن حركة المغزيات بحيث ايه بقى كل مغزي لكل مغزي ثقب بالكارتون لكل مغزي ثقب بالكارتون يعبر عن دخوله الى الشغل ولو انتهى بدوره في دق الثقب او مثلا الثقب ده خلص حسب هذا الثقب موجود امام الكارتون ولا لا وطبع احنا اتفقنا ان الكارتون الجانبي ده اللي محمول على السلندر الجانبي تمام عندي بقى ايه فيه ابر صلب افقية كل ابرة منها متصلة بمغزي عن طريق ازرع توصيل فاذا وجده خلي بالكوا ده الكلام ده اللي احنا شرحناه لو اتوجد في الكارتون اصقب امام احد هذه الابر الافقية الخاصة باحد المغزيات هتدخل فيه بواسطة الازرع فهيدخل المغزي المراد تشغيله باللون المطلوب في الشغل فهتتحرك المغزي مع الايه مع العربة طب ايه يا اجزاء جهاز الجقار وطريقة تنفيذ الرسومات بقى على الايه على القميش طبعا احنا اتكلمنا فيها قبل كده يوجد كارتون اللي هي الحصائر بيتكون من الشرائح من المعدن بتكون مسقبة على هيئة صفيد توضع هذه السقوب او توضع بالفتحات كليبسات في المواضع اللي يراد ظهور اللون بيها فاكرين احنا قلنا اما يبقى فيه سقوب او ان انا احط كليبسات او اصبع في المواضع اللي انا عايز ظهور اللون او المواضع الاخرى التي لا يراد ظهور اللون فيها بتترك بدون كليبسات يبقى انا ممكن احط صوابع او كليبسات احطها فين في المواضع اللي عايز ازهر اللون فيها والمواضع اللي انا مش عايز ازهر اللون فيها بس سيبها مطروكة مذكوبة من غير اصابع ليه عشان لو انا تركتها من غير كليبسات الكليبسات دي بتدخل في نهاية الابلاتين والله لو فيه سقب الكليبسات دي بتدخل داخل السقب وبالتالي بيظل الابلاتين في مكانه وما بيرتفعش المستوى التشغيل وبالتالي ما بترتفعش الابر ولا بيظهر اللون دوران السيلندر فاكرين حركة الدوران هو بيدور حول نفسه عشان تيجي كارتونة جديدة فييجي كارتونة جديدة محطوط كليبسات داخل السكوب المراد تشغيل اللون بتاعها هيجي يحصل ايه هيحصل ان الكليبسات دي هتغبط في نهاية الابلتين يروح الابلتين يرتفع الى مستوى التشغيل فيتتمكن الابرة المرتكزة عليه من اخذ الخيط وظهور اللون والموادع التي لا يراد ظهور اللون فيها بتعمل ايه بتفضل نهاية الابلتين وبتدخل فيها ويظل كعب الابلتين موجود في مستوى وما بترتفعش الابر وبالتالي لا يحدث ظهور لون يبقى احنا كده اتكلمنا عن جهاز الحركة الاطماتيك وبالتالي بده موصلنا لجهاز الحركة الاطماتيك يبقى كمان لازم نتكلم عن طريقة نقل وتشغيل الرسم بتاعي لاحظتوا حاجة لاحظتوا ان انا كل اللي كتبته في الاجابة هو شغلي على الرسم التنفيذي طب وانت بتشتغل على الرسم التنفيذي ازاي لازم كلنا طبعا نشتغل ولازم نعمل تصميمات ولازم نعمل اشكال ولازم نعمل وحدات اي تصميم بتاخده لازم تشتغله لازم تعمله بايدك اعمله ازاي اول حاجة اي مسألة رسم تنفيذي او رسم زرافي خاصة بالتنفيذي اللي هو اللي احنا حالا لسا بنشرح اللي هو نقل الرسم او التصميم على القماش بيتم ازاي على المكنة لازم تكون شغال فيها عشان يفضل ثابت في دماغك طبعا تعالوا مع بعض نفتكر احنا بنعمل ايه بتجلنا الوحدة المطلوب تنفيذها وجلنا جنبها مسألة مسألة والله لو هو مديني نمرت المكنة او المطلوب بيطلبه عدد ابر الصند لاني لازم يا سنة تالتة نبقى عارفين عدد ابر الصند هتبقى كام فعشان اطلع عدد ابر الصند هعمل ايه لازم عندي اقول اني نمرت المكنة على اثنين ونص ده قانون يعني ميزة الرسم التنفيذي اني انت بتطلع المطلوب منك في المسألة عن طريق مجموعة من القوانين فاول حاجة بيطلبها عندي عدد ابر الصند هقوله عدد ابر الصند بتساوي نمرت المكنة على اثنين ونص طيب لو هو مديني نمرت المكنة عشر يبقى على اثنين ونص يساوي اربعة يبقى انا كده جبت عدد ابر الصند يبقى كأني بقول اربع مربعات بالعرض على الرسم التنفيذي فمن الحتة دي فيه ترابط ازاي يعني انا دلوقتي عندي مجموعة من الابر اللي كده بالعرض ومجموعة من السطور اللي بالطول فانا لما اقول ان الواحد صند بيساوي اه اربع مربعات او اربع ابر يبقى ده معناه ان الواحد الصند على الوراء الابيض بيساوي اربع مربعات بالعرض فجبت عدد ابر الصند عن طريق نمرت المكنة على اثنين ونص تلعت لي مثلا نمرت المكنة ات عشرة سمتها على اثنين ونص سلعت اربعة بدام جبت عدد ابر الصند فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب عدد ابر التكرار احنا بنستفادها هو من معلومة عدد ابر التكرار اللي هي لها قانون لازم نحفظ القوانين يا سنة ثالثة عدد ابر التكرار بيساوي عدد ابر الصند في عرض التصميم او التكرار هو بيبقى مديك التصميم شو احنا قلنا لنقل التصميم على القماش اول حاجة بنقل التصميم على الوراء الابيض بالطول والعرض المطلوب يعني معنى كده ان هو بيقول للتصميم عبارة عن خمسة مثلا في ستة او ستة في خمسة او تسعة في ستة بيديني العرض ويديني الطول انا هنا عايزة طلع عدد ابر التكرار يبقى هاخد عرض التصميم اضربه في عدد ابر الصند الناتج اللي يطلع هو ده عدد المربعات اللي هيعدها بالعرض لتحديد التصميم على ورق المربعات طب والطول هقول عدد سطور التكرار بيساوي عدد سطور الصند في طول التكرار هروح ضرب هو بيبقى مديني عدد سطور التكرار مثلا اربعة وطول التكرار ستة يبقى 4 في 6 بـ 24 يبقى أنا أعد عدد المربعات في العرض يبقى دي عدد الإبر وعدد المربعات في الطول اللي هي السطر ورا سطر ورا سطر يبقى دي عدد السطور حددت العرض وحددت الطول عن طريق عدد إبر التكرار وعدد سطور التكرار أبتدي أنقل الرسم اللي على ورق المربعات على الرسم التنفيذي بص أنا بقول الخطوات هي عن طريق شرحي للرسم التنفيذي أنقلها إزاي الواحد سنتي على الورق الابيض باربع مربعات عرض واربع مربعات طول على ورق مربعات ده امتى لو كان عدد ابر السنتي اربعة وعدد السطور اربعة انما لو كان غير كده يبقى الواحد سنتي بيتحدد بعدد ابر السنتي وعدد سطور السنتي وابتدي انقل التصميم نقلت وعملت التصميم كامل على ورق مربعات بالالوان المطلوبة اروح فرد الحصيرة تحت افرادها ازاي عن طريق عدد الكارتون اللازم طب بطلعه ازاي برضو عن طريق حل المسألة عدد الكارتون بيساوي عدد سطور التكرار في عدد الالوان انا عندي 24 سطر عدد الالوان مثلا الاتنين يبقى 24 في اتنين ب48 كارتونة اسيب مسافة بين الرسم التنفيذي وابتدي حدد عرض الحصيرة اللي هو بيبقى بنفس عرض التكرار عاملة تكرارين يبقى الحصيرة عرضها تكرارين تكرار واحد يبقى الحصيرة عرضها تكرار واحد طب وطول الحصيرة بعدد الكارتون اللي احنا لسا مطلعينه 48 كارتونة هعد من فوق او من اسفر يعني من اعلى او من اسفر عدد المربعات اللي هو 48 اقفل دي بقية الحصيرة بتاعتي خلاص اجي جنبها اسيب فرق مربعين او الفرق اللي انت عايزه واعمل دليل الالوان كارتونة واحد اللي هو الدليل بتاع الالوان اللي هو مربع الاول لون مربع التاني اللون التاني وكذا وطبعا الدليل بدايته مع الحصيرة نهايته مع الحصيرة بتاعتي عملت دليل الألوان ابتدي بقى أمسك سطر سطر بالعرض كده حطت مصدرتي واشوف ده أربع ألوان أصفر لا ده نها في الكرتون الأولى الأحمر يبقى سيب الأربعة الأولين واللون أربعة أحمر أسيب اتنين أصفر واللون ستة حسب الرسم التنفيذ اللي انت نقلوه كرتونة ألف فيها اللون الأول كرتونة به اللون الثاني كرتون يجي من لون الثالث لو كان دي ترسمة من ثلاث ألوان يبقى أنا طريقة نقل النقش والرسم التنفيذي بطريقتي أنا اللي بعملها في الرسم التنفيذي يبقى إحنا كده النهاردة خدنا أجزاء المكنة كاملة وكمان خدنا إزاي أنقل الرسم بتاعي من الورق الأبيض إلى الورق المربعات وفت حصيرتي وأنقلها وصقب الكرتون واشوف الكرتون اللي تصقب ده يشغل إزاي الأجزاء المتصلة بي وأنهينا النهاردة المكنة إن شاء الله في الحلقة القادمة هنعمل مراجعة عليها مجموعة من الأسئلة اللي بتتقرر والأسئلة اللي بتيجي إذا كان أذكر السبب أكمل صح وغلط تعريف تمام وهنتعود عليها ونشوف طريقة مراجعتها ونحل أسئلة الباب الأول بتاع المكنة تريكو المستطيلة الجقار ونتقابل إن شاء الله في الحلقة القادمة واستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة